السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثاء 23 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج الدلو طبعا لغاية الساعة وحدة واثنين وعشرين دقيقة بعد ظهر اليوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحوت ورح يظل موجود في برج الحوت اليوم الخميس الساعة ثنتين وواحد وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة ساعة الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و 16 دقيقة من موعد بث الحلقة الي هو مساء يوم الاثنين بتوقيت جرينج يعني بعد منتصف الليل بتوقيت الشرق الأوسط ساعة تقريبا وحدة وربع هيك تقريبا بيكون انتقل الي هو فرق ساعتين بتوقيت جرينج بانتقل لمنزلة المقدم وهي منزلة يعني اغلب من بعد منتصف الليل نحسب انه هو في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8 و 25 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر القمر الآن موجود في برج الدلو معناته من الآن وحتى ساعات ما بعد الظهر نشعر بالحاجة الملحة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة ويجب ان نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها من ود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة وبميل الأشخاص من حولها للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكن تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا أو تجربة أطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 7 و46 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا منه جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار وبتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن أنها تعرضنا للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية راح تكون الساعة التسعة و57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية الطباع وهي مصدر للتوتر وخصوصا للأشخاص اللي يكونوا متعبين من زيادة الأحمال فممكن نتعرضهم للحوادث وما منحسن التحكم في أفكارنا ولا في كلامنا ولا في ذاكرتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة التسعة و57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة وحدة و22 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة و22 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش القمر خلاص منتقل بيستقر في برج الحوت فعشان هيك من ساعت ما بعد الظهر بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهم جدا ومنشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ بعض القرارات البعض مننا ممكن يتهرب من المسئولية أو من المواجهة والالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين العاطفيا أو بعانوا من مشاكل في الحب بيديروا ظهورهم وبيضرفوا الدموع بإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب مرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل هذا الوقت طبعا ممكن بعض الأشخاص يبدأوا بعلاقة حب جديدة يمكن التأمل الصلاة المشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير أو زيارة المرضى أو شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية راح تكون الساعة أربعة وخمسة وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة منقوم فيه طبعا يفضل أخذ فترة من الراحل استعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت بتزيد من خيالنا بتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بالأفكار وبتسبب لنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عملية جراحية كبرى لإلها طبعا من الآن وحتى ساعات ما بعد الظهر عندنا بطة الساق الكاحل الساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما من ساعات ما بعد الظهر بيصير عندنا القدمان أصابع القدم الغد النقامية الغد الصنوبرية والآن دورفين وهو الهرمون المسكن للآلام والميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم هدولا الهرموناين بصير فيهم بعض الاضطراب فعشان هيك بنصير نشعر بالألم أكثر من المعتاد وبصير عندنا أرق وقلق وقلة في النوم طبعا بالنسبة لهذا اليوم لا يوصى بإجراء العمليات الجراحية فترة خلو المسار والأعضاء اللي ذكرناها بقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة في فترة ما يعني الفترة اللي ما فيها خلو المسار إلا إذا طبعا كانت العملية اضطرارية مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن أيضا مش بفترة خلو المسار يصلح لإزالة الشعر الزائد بالطرق التقليدية بالليزر برضو مش بفترة خلو المسار يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الحوت خلو المسار القادم بيكون يوم الخميس الساعة 22.30 دقيقة عصرا بيبدأ وبينتهي الساعة 22.51 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المحدب عمره 18 يوم الساعة 36 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من نبدأ باليوم التسعة عشر نسبة الإضاءة 92% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22.08 سعيد بنسبة 70% القمر في الدلو رح ينتقل للحوت ورح يضل في الحوت ليوم 25.07 منتحس بنسبة 60% عطارة في الأسد حتى يوم 25.07 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الأسد حتى يوم 5.08 سعيد بنسبة 30% المريخ في الجوزاء حتى يوم 49 منتحس بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15.11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 1.09 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% إبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2.09 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنشطوا بين الأصدقاء وعلاقاتكم الإجتماعية من الآن وحتى ساعة الظهر أو ما بعد الظهر فعشان هيك بتكت حاولوا تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل وصول ساعات ما بعد الظهر لأنه القمر رح يوصل لبيت المتاعب من ساعات ما بعد الظهر بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيظل عندكم اللي هو بيت السمعة القمر موجود في بيت السمعة لساعات ما بعد الظهر فبتكونوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتوصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة في ساعات ما بعد الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر ولغاية المساء بتنشطوا بين الأصدقاء بتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة أيضا برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا النشاط بظل على مستوى السفر البعيدة أو الاتصالات البعيدة أو التعامل مع الأجانب أو تقديم الامتحانات يعني فترة جيدة ولكن اللي عنده امتحانة أو مقابلة لغاية ساعات ما بعد الظهر بده يستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحضوط أما من ساعات ما بعد الظهر بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وتعتبر فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل حاول أنك تقدم أفضل ما لديك وبرضو في نفس اللحظة حاول أنك ما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك بتصرفاتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا التركيز رح يظل على الأموال المشتركة اللي إلها علاقة ببنك ضريبة تأمين أو المال المشترك ما بينك وبين الزوج أو الزوجي فحاول أنك تتفحصوا حسابات مشتركة من الآن وحتى ساعات ما بعد الظهر ومتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة أما من ساعات ما بعد الظهر بتصير فترة مناسبة للاتصالات البعيدة التعامل مع الأجانب وبتنجحوا بالسفر والاتصالات وبترغبوا في التفاهم مع أحبائكم أهم شيء أنه ما تستخف بالواجبات وما ترتجل أي عمل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بيظل التركيز على أمور الشراكة الشراكة المالية الشراكة العاطفية وبإمكانك أنك تحززوا العلاقة مع الشراكاء أو تهتموا اهتماماتك تكون حولهم أو مصالحة أو تقارب أو عمل مشترك ولكن بدك تظلك حذر من العصبية والقرارات المتسرعة من ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حذروا إهمال نقاط إدارية أو قانونية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً القمر ما زال موجود في البيت السادس وبدوا يتجه لمقابلتكم فمعناتهم من الآن وحتى ساعات ما بعد الظهر بتكون تركزوا على أعمالكم وعلاقاتكم مع زملائكم وتنجزوا أعمالكم قدر الإمكان لأعمال المهمة دون أن تلهوا أنفسكم أو تلتهوا أو تشغلوا أنفسكم بأعمال غير مهمة طبعاً وراقب صحتك وما تبادروا لأعمال جديد من ساعات ما بعد الظهر القمر بصير مقابلكم تماماً فهنا بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم وتعتبر فترة مناسبة للتفاهم مع شركاء العمل أو العاطفة فلكن بدك تضبط أعصابك وما في داعي للعصبية والحدية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بالظل العاطفي قوي عندكم للتقارب مع الأحبة التجاوب معهم ممارسة هواية الاهتمام بالذات يعني في طاقة ممتازة ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على أحبائكم أو على أبنائكم لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر طبعاً بصير التركيز على العمل والصحة فبيبدأ العمل يتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وبتبدأ فترة مناسبة لممارسة نشاط بدني ولكن دير بالك من علاقاتك مع زملائك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً التركيز رح يظل على البيت على العائلة بتكون تتجنب ويدخل أي تغيير جذري على مسكنكم وممكن يكون في عندك مناسبة أو لقاء أو حدث معين ضبط العصاب مطلوب ممكن يصير أعطاء المنزلية فبرضو بدك تهتم في هاي المسألة لغاية ساعات ما بعد الظهر وزي ما حكينا بدون حدية من ساعات ما بعد الظهر هنا بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية بتبعث على البهجة على الانشراح على السعادة وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو ممارسة هواي أو الاهتمام بالذات فترة ممتازة إيجابية دعمة فيها كثير من الحضوض برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بظل في نشاط عندكم بالتحرك بالاتصالات بالحوارات بالنقاشات وسرعة البديهة ممتازة ولكن بدك تنتبهوا على الطرقات أثناء قيادة السيارة أو أثناء الحركة واللي بدو يتقدم لأمتحان بدو يركز بشكل جيد فترة نشطة لغاية ساعات ما بعد الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز العلاقة مع العائلة أو مع المقربين منك داخل إطار البيت لأنه رح يكون التركيز خلال ساعات ما بعد الظهر على البيت وعلى العائلة لطف الأجواء تفادي الأزمات وبرضو ممكن يظهر بعض الأعطال أو الحدث اللي يلفت انتباهك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتكون تجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وبتكون تخففوا من النفقات رغم أنه بظل في فرص لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم ولكن في مصاريف احذر من المغامرات واحرص على مالك من السرقة أو الضياع أو من المحتالين من ساعة ما بعد الظهر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبتبدأ فترة مناسبة للقيام بنزهة قصيرة أو تعزيز العلاقة مع أخ أو جار وهي فترة نشطة عاطفيا وماليا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بظل النشاط مسيطر عليكم ملفتين للانتباه وخصوصا للجنس الآخر مع هيك حاولوا أنكم ما تبادروا لأي عمل جديد في فترة خلو المسار واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل كونوا مرنين جدا بالحوار ما تخلي الوسواس يسيطر عليك أما من ساعات ما بعد الظهر بتحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم ومنكم أشخاص ممكن يحصل على مكاسب من عمل إضافية أو مستردات هبا الدعم أو هدية مثلا فحاولوا أنه برضو تستفيدوا من هاي المرحلة وقللوا من مصاريفكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيظل التعب سيطر عليكم لأنه القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات ما بعد الظهر حاولوا أنكم ما تتخذوا أي قرار حاسم حاولوا أنكم ما تتسرعوا بقراراتكم كون حكيم جدا سيطر على أصابك اعمل بشكل روتيني أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بتبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود ووسعكم مبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم أو بإمكانكم تعزيز معنوياتكم الجديد فترة نشطة حيوية طاقة بتعوض الفترة اللي ماضت فعشان هيك جهز حالك واستعد وحط خطتك للأيام القادمة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة وحفظه